ومتضيق أنك قاعدة في البيت بتهتم ببنتنا وكنت نفسك ترجع شغلك أديك رجعت شغلك عملت إيه؟ ضيعتي بنتنا ضيعتي أهم حاجة في حياتنا خلاص ما تعيطيش بقى يا شروق والله أنت أعظم ستة في الدنيا أنا عارف أنك كنت حابة ترجع الشغل علشان حابة تثبتي كيانك بس بنتنا أهم يا شروق بنتنا أهم وأغلى حاجة في الدنيا والست النجحة هي اللي تقدر تخلي عيالها أحسن الناس وبعدين إحنا دورنا في كل مكان أنت متأكدة أنه هو ده البيت اللي قالتلك أنه هي سكنة فيه إحنا رحنا وما لقيناش حاجة أنا سألت في الشارع كله وما لهاش أي أثر ستة زي أوه يا شريف هنعمل إيه دلوقت أنا متأكدة أنه هو ده البيت اللي قالتلي عليه أنها سكنة فيه أنا بنتي وحشتني قوي يا شريف ومش عارف أعمل إيه أنا أسفة يا شريف أني ضيعت بنتك شروق حاولي الدوري كويس يا شروق أنا سايق ومش عارف أبص ولا يمين ولا شمال ركزي كويس يا رب نلاقيها يا رب نلاقيها تكون جنب البيت ماشية بالبنت ولا حاجة إن شاء الله هنلاقيها أنا عندي أمل في ربنا كبير أنا مركزة هو يا شريف أنا عيني هتطلع أنا عيني تعبتني من كتر ما ببص في كل حاجة بس ألاقي بنتنا أنا تعبت نفسي أشوفها وحضنها وحشتني قوي يا شريف بجد أنا نفسي أشوفها شريف أقف هنا يا شريف أقف الستة هي أهي قدامي أقف يا شريف تقريبا هي أنا مش هسيبك ده أنا هقتلك أقف يا شريف أقف بسرعة هي الحمد لله يا شريف أنا فرحونة أوي إننا لقينا نور بنتنا أنا كنت هموت لو كان جرالها حاجة أنا حاسة بتقنيب الدومير أوي حاسة إن أنا السبب في اللي هي كانت فيه أيوة علشان قررت أنزل الشغل وأسيبها وأشوف نفسي وأشوف حياتي أنا فعلا مليش في الدنيا غيرك أنت وهي يا شريف شفتي مش أنا قلتلك قلتلك من البداية إنك أنت ملكة البيت ده وبرضو لما صممتي تروحي شغلك أنا ما اعتردتش علشان زي ما كنت بتقوليلي إن أنا بكبت حريتك وعايزك خدامة في البيت بالعكس أنت ملكة البيت ده وأنا وبنتنا من غيرك ما نسواش أي حاجة أنا للمفروض إن أشتغل وأصرف عليكم خلاص يا شريف خلاص توبة مش هتتكرر تاني أبدا وأنا مش عاوز أشتغل أنا كل اللي عاوزاه إني أفضل أعدى معاك في البيت وأقعد مع الجميلة السغنونة دي أنا من ساعة ما هي بعدت عني وكنت حاسة إن روحي بتروح مني والخدامة الغبية دي اللي كانت بتاخدها وبتسرح بيها وتشحط بيها في الشارع خلاص مش هيحصل تاني نامي بقى يا حبيبة ماما علشان أروح أشوف باباكي بيعمل إيه بقاله ساعة قهد في القوضة يا طرى يكون بيعمل إيه مش عارفة مش متطمنا لك يا شريف يلا يا حبيبتي نامي بقى قالوا أيوة يا حبيبتي وإنتي كمان وحشتيني أكتر أيوة طبعا لازم نتقابل أنت ما تتخيليش أنا بحبك قد إيه طبعا بحبك أنت بتخني يا شريف؟ بعد كل ده بتخني؟ معقولة؟ أنا اتصدمت فيك ما كنتش أتخيل ولا توقع أبدا أن هيجي في يوم الأيام أني أسمع اللي سمعته دابه داني يعني أنت بتقول لها أنك بتحبها هي ومش بتحبني أنا؟ ده اللي أنا كنت عاملة حسابه علشان كده كنت مصممة أني أرجع شغلي وأهتم بنفسي تاني لكن قديك شفت النتيجة بس بقى ما حدش قال لك أني بخونك أنت سمعت غلط أنا بكلم واحدة عادي جدا وبكلمها في الشغل لكن ما بخونكيش لو كنت فكرة أني بخونك طبعا أنت مش فهم حاجة وبعدين مين اللي سمح لك أصلا أنك تدخلي وتحاولي تسمع أنا بتكلم مع مين ها؟ وبعدين أنت اللي غلط يا هانم مش أنا 24 ساعة قعد مع بنتك وسايباني آه صح أنا اللي غلطانة ما هو فعلا أنا خدامة بعمل الأكل وأشوف طلبات بنتك وأخسل الغسيل وأنشر وأكل وأعمل كل حاجة وكمان أرائب البيت جوزي علشان ما يخونيش عندك حق أنا فعلا غلطانة وأنا غلطانة أني قعدت هنا خدامة في بيتك أنا هرجع شغلي تاني وأقولك حاجة أنا ماشي وسايبلك البيت خالص وخلي لك البنت أنت تربيها وحس بي شوية نامي بقى يا حبيبتي أنا تعبت مش هعرف أعمل معاك إيه وبقالي أسبوع ما روحتش الشغل وعمالت عياط 24 ساعة مش فهملك أي حاجة فينك بس يا شروق لازم أرجعها لازم ينفع اللي حصل ده يا شريفي ابني ما ينفعش أبدا بعد عشرة السنين دي كلها تخون بنتي تخون شروق اللي حبتك وانت حبيتها كمان أنا عارف ان انتو الاتنين بتحبوا بعض بعد كل السنين دي كلها تخونها لا أنا مستحيل أسكت على اللي بيحصل دي مهزلة وبعدين دي صيناك وصينا بيتك أنا عارف يا عمي عارف ان أنا غلط والله أنا معترف ان أنا غلطان ومعدتش هتتكرر تاني أبدا الاسبوع اللي سابتنا فيه علمتنا لأدبنا وبنتها ومستحيلة بص الوحدة غيرها كانت نزوة وعدت ومستحيلة خونها والله أبدا والبيت من غيرها ولا يسوى عندها حق هي ملكة البيت كله وما ينفعش نستغنى عنها طيب يا ابني ربنا يصلح الحال هي رفضة ان هي تقابلك خالص وقعدة في القوضة جوه بس هات البنت وروح وحاول تتكلم معاها وإن شاء الله توافق وترجع معاك وتنور بيتها لأن من ساعة ما جات هنا وهي عمالة عيط 24 ساعة لأنها بصراحة تصدمت فيك يا شريف يلا هات البنت وروح صلاحها أنا آسف والله أنا آسف أنا عارف اني عملت خطيئة كبيرة قوي وانا عارف ان انتي مستحيل تسمحيني بسهولة بس انا بحبك يا شروق ومستحيل اقدر استغنى عنك ابدا في يوم من الايام والله كانت نزوة وعدت وانتي كل حاجة في حياتنا الاسبوع ده فعلا علمني قد انتي مهمة في حياتنا ردي علي هرد عليك مش عايزني رد عليك هرد عليك الكلمة بعشرة كمان اه أنا خدامة مش مالكة البيت ولا حاجة لما شوف طلبات بنتك وشوف طلبات البيت كله وكمان تخني ومفيش حتى كلمة شكر ولا تأذير وفي الآخر تروح تخني يبقى معنا كده ايه يبقى انا فعلا مش مالكة البيت يبقى خدامة البيت انا مش هرجع معاك يا شريف انت لازم تطلقني ايه لا يا شروق مهما يحصل بنا اوه هيتقول الكلمة دي انا حزيني اني سمعتها منك يا ستة كانت نزوة وعدت وارجوك تسامحيني انا ممكن اعمل المستحيل علشان ترضي وتوافقي انا والله مقدر استغنى عنك ولا انا ولا بنتنا احنا الاتنين محتاجينلك وما نقدرش نعيش من غيرك ابدا ارجوك يا شروق تسامحيني واخر مرة يا حبيبتي يا بنتي والله وحشتيني قوي كان على عيني نسبتك كل الفترة دي يا حبيبتي ماما نايمة زي الملاك اول ما شلتها سكتت ونامت من كتر العياط اللي كانت بتعياطه يا حبيبتي في غيابي انا قسف يا حبيبتي خلاص بقى يا شروق يلا يا حبيبتي اهو جوزك اعتذرلك وعايزكو تروحوا بيتكو ومحدش منكو ييجي البيت هنا تاني وهو الوحده عايز اشوفكو انتو التلاتة كده عزوة ولما بشوفكو انا بفرح وبرتاح وانت يا شريف عايزك تاخد بالك من مراتك مش عايزك تعمل اللي عملتو ده تاني خالص نورتي بيتك يا حبيبتي والله يا شروق البيت كان مدلم من غيرك ما كنش عارفين نعمل اي حاجة وبنتك الشقية دي ما كنتش عارف اتصرف معاها خالص اكبر درس عملتي في حياتك وعلمني الادب فعلا لما سبتيلي البنت ومشيتي بجد حسيت بيكي وحسيت بامتك وقد ايه بتتعبي انا اسف يا شروق وبكده تكون نهاية قصتي ليكم يا رب تعجبكم واتمنى لو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة واتمنى تشيروا قصة على الفيسبوك ومع كل اصدقائكم وياريت ما تنسوش تدعمونا باللايقات الكتير علشان الفيديو يتشايف اكتر واتمنى ما تنسوش تشتركوا في قناتي الاساسية وهي اسمها حكايات ايمان اللي بقدم فيها قصص كتير مختلفة القاكم في حلقة جديدة مع السلامة